اشتركوا في القناة وزي ما ذكرنا في الايام الماضية انه بكرة اللي هو يوم 14 هو خلو مسار وبرضو في عنا كسوف عشان هيك اللي بده يسمع حلقة الكسوف يرجع موجودة على القناة طبعا زي ما حكينا القمر موجود في منزلة الشولة وهي للضفر والتفريق والسلامة والربح والخراب والتسليط ورح يمكث فيها حتى تمام الساعة 10 و35 دقيقة ظهرا لا ينتقل بعدها الى منزلة النعائم وهي الاصلاح والسرعة والتقريب والتفريق القمر اليوم رح يكون موجود في برج العقرب ورح ينتقل للقوس في ساعة الفجر فعشان هيك من الان موعد بث الحلقة لغاية ساعة الفجر بما ان القمر رح يكون في العقرب فهي الفترة منكون اكثر تطرفا في تصرفاتنا يا منحبه بشدة يا منكرهه بشدة ومنشعر بانتقاد الغير وحدته وبيلعب الجنس دور ملحوظ في حياتنا يجب ان نسيطر على مشاعرنا جيدا لانا قد نمفجر في من حولنا تحت وطء ضغوط عاطفية محبطة بوسعنا شراء بوليس التامين وقراءة رواية بوليسية مثيرة ومشاهدة فيلم مغامرات واتخاذ قرار حاسم او شراء بيت طبعا بالنسبة لزوايا الفلكية في عنا زاويتين فلكية قبل قلوب المسار الزاوية الاولى رح تكون زاوية تزديس ايجابية بين القمر والمشتري ورح تكون فيه تمام الساعة 12 و23 دقيقة بعد منتصف هذه الليلة فعشان هيك بنهتم بشكل كبير بمشاكل ومتاعب الاخرين من حولنا كأنها مشاكلنا احنا ومنحاول انه نساعدهم قدر الامكان مثل عمل انساني وبتلوح الفرصة للتحصيل على مكسب مالي وبتساعدنا في تعزيز الروابط العائلية اما بالنسبة للزاوية التي تليها فهي زاوية تزديس برضو ايجابية رح تكون بين القمر وزحل وهي رح تكون فيه تمام الساعة وحدة و57 دقيقة فجرا فجرا يعني صباحا ومنصبح اكثر قدرة على تنظيم امورنا وشؤوننا بشكل فاعل وبتعزز لدينا الحس بالمسؤولية وبعن هاي الزاوية ما رح تستمر من ساعات الفجر لساعات ما بعد الظهر تقريبا طبعا بعد هاي الزاوية مباشرة اللي هي تقريبا تبدأ الساعة وحدة و57 دقيقة بخلو المسار فجرا صباحا وحتى تمام الساعة 22 و39 دقيقة فجرا يعني صباحا وهذا بيعني ان الفترة المذكورة لا تصلح للبدء باي عمل جديد او مهم مثل توقيع عقد او خطوبة او زواج او شراء شيء ثمين بل اكمال العمل اللي بدأنا فيه قبل خلو المسار بالنسبة طبعا بعد انتهاء خلو المسار الساعة 22 و39 دقيقة صباحا منشعر بالابتهاج ومنجد الناس اكثر مراحا لان القمر بصير في القوس ومننطلق على سجيتنا ويتجه تفكيرنا من خلال تفاؤلنا العالم الفلسفي والدراسة الدينية كما بين مين للترحال والسفر والرياضة والمغامرات وبغسعنا اقتراض المال ودراسة لغة جديدة والاستمتع بهواي ما وتجربة الحظ والتخطيط لرحلة ما او جراء مكالمة مع شخص في مكان بعيد بعدها في زاوية هي زاوية التربيع سلبية رح تكون بين عطارد وبين نبتن يعني بمعنى زاوية بطيئة وهاي رح تكون في تمام الساعة 11 و38 دقيقة بعد الظهر وهاي بتشكل نوع من انواع الصعوبة بيكون عندنا نوع من انواع الصعوبة في معرفة مشاعر الاخرين وبكون صعب علينا التعامل معهم وممكن ينتج عن ذلك سوء التفاهم وعدم القدرة على علاج المشاكل العاطفية الناتجة عن هذه الزاوية وممكن ترتكب بعض الاخطاء او في احكامك بتكون او بافكارك مما ممكن يعرضك لبعض خيبات الامل وطبعا بما انه عطارد اللي له علاقة بالمواصلات والاتصالات والتناقلات ونبتن اللي له علاقة بالخيال ففي كثير رح يتعرضوا لبعض الحوادث اللي ممكن تيجي اما عن السهو او الطيش او عدم التركيز او سقوط اشياء مثل اجهزة تليفونات او كمبيوتر ينكب عليه مي او شغلات برضو بطريقة انه مش منتبه يعني بنكسر تليفونه او جواله او بيخرب الكمبيوتر عنده او بصير اجهزة الى الكترونية او اه شغلات الها علاقة بالاتصالات والمواصلات بصير فيها بعض الاعطال فبتطلب هاي الفترة نوع من انواع التركيز اللي هي الها تقريبا بحدود الثلاث ايام الها تأثير ورح تستمر كمان تقريبا بحدود الاسبوع القادم كامل رح الزاوية هاي تكون مأثرة فعشان هيك بتكون تحذروا من الحوادث وتنتبهوا وتركزوا بشكل جيد خوفا من الحوادث والاعطال زي ما ذكرنا طبعا القمر بما انه رح يكون موجود بالقوس معنا تخلو المسار القادم رح يكون يوم 14-12 رح يبدأ فيه تمام الساعة 4-16 دقيقة مساء ورح يستمر حتى اليوم التالي اللي هو يوم 15-12 لتمام الساعة 33-34 دقيقة مساء لا ينتقل بعدها القمر لبرج الجدي بالنسبة لعمر القمر القمر انحسار الهلال 27 يوم في تمام الساعة 2-50 دقيقة فجرا بيصبح 28 يوم نسبة الإضاءة 5% أما بالنسبة لمزاج الكواكب وطباع الكواكب لهذا اليوم الشمس في القوس حتى يوم 21-12 المزاج سعيد بنسبة 60% القمر في العقرب والقوس حتى يوم 15-12 مزاجه سعيد بنسبة 60% عطا رد في القوس حتى يوم 20-12 نسبة الحضود نزلت لـ 15% سعيد الزهرة في العقرب حتى يوم 15-12 سعيد بنسبة 45% المريخ في الحمل حتى يوم 7-1 مزاجه سعيد بنسبة 15% المشتري في الجدي حتى يوم 19-12 منتحس بنسبة 25% زحل في الجدي حتى يوم 17-12 منتحس بنسبة 15% ورنس في الثور بيتراجح حتى يوم 14-1 منتحس بنسبة 12% نبتون في الحوت سعيد بنسبة 15% وبلوتوف في الجدي سعيد بنسبة 15% وصلنا للتوقعات اليومية برج الحمل بتنشطوا في مجال الدراسة والسفر والاتصالات لاسية ما لبعيدة وبتشعروا بقوة العاطفة وتجاوب أحباءكم معكم ممكن تذهب في رحلة أو تروج لعمل أو تحصل على معلومات ما كنت تتوقعها بيكون عندك نوع من أنواع النجاح والحظ في حياتك العاطفية والعائلية برج الثور بينصب اهتمامكم حول البحث عن قاسم مشترك بجمعكم بشركاء سواء شركاء المال أو شركاء لهم علاقة ببعض العواطف أما في ساعة الصباح بتنشغلوا في عادة ضبط أموركم المالية صار على تهدئة الأجواء هاي فترة مناسبة للإطلاع على أراء الغير ممكن تطلقى مساعدة أو تعاطف عليك أن تتحلها بالليون والتفكير الموضوعي برج الجوزاء تواصلوا إنجاز ما تراكم لديكم من عمل فقط انتبهوا لصحتكم أما في ساعات الصباح ابتنجحوا في التفاهم مع شركاءكم بوسعكم إتمام خطبة أو زواج أو توقيع عقد تجاري هاي الفترة سلبية وضاغطة وما بينفعك سوى الصبر والمرونة ممكن تتعرض لمضايقات أو خلافات برج السرطان لديكم رغبة قوية في التقرب من أحبائكم وتفاهم معهم أما في ساعات الصباح انتبهوا أكثر لصحتكم انتبهوا لغذاءكم وراحتكم كون منظما وأحسن إدارة عملك وحذر من الجدال مع المعاونين وما تهمل صحتك لا تأجل ولا تماطل عملك حتى لو اضطررت للعمل لساعات إضافية تتركز جهودكم حول إدخال تعديل على علاقتكم العائلية أو علاقاتكم العائلية أما في ساعات الصباح بتشتد رغبتكم في التقرب من أحبائكم وقضاء وقت منتع معهم ما بيتخلى الحظ المالي عنكم بتنفرج أساريرك وبتعيش لحظات سعيدة نسبيا فترة إيجابية ومناسبة لطرح الأفكار والارتباط فلا تهمل واجبات اتجاه العائلة والأحباء حاول أنك تصحح الأخطاء في هذا اليوم برج العذراء بتكثر عندكم الاتصالات والتنقلات بيكون لكم نوع من أنواع التعامل مع أخ أو جار أما في ساعات الصباح بتفضلوا التركيز حول مصالحكم البيتية والعائلية بتجدوا تعاون من أفراد العائلة وممكن تقلق حول وضع عائلي أو منزلي وممكن تظهر مشاكل شخصية لا تتهرب من المسئولية تجاه العائلة الأجواء عدائية ومتوترة راعي وضعك الصحي برج الميزان تم فرصة لمكسب مالي من عمل إضافي وفي ساعات الصباح بتنشطوا في أمور العلاقة بالسفر والاتصالات وبتعززوا العلاقة مع أخ أو جار بتعززوا العلاقة بشكل قوي وبتدعمك الحضوض وبتكون جريف التعبير عن رأيك وبتتمتع بسرعة بديهة وخاطر تلفت النظر الأجواء اللطيفة وممكن تحمل لك لقاء عاطفي أو مصالحة أو ورشة عمل لتأهيل قدرتك برج العقرب ثقتكم بأنفسكم كبيرة وبعمكم النشاط ووسعكم السيطرة على زمام الأمور وفي ساعات الصباح بتنهمكوا بضبط ميزانيتكم امتنعوا عن مشتريات غير ضرورية ممكن تهتم بتوظيف أموالك وكون عاقل في صرف الأموال بتهتم لمناقش الدعم مالي أو قرض أو ممكن تفكر في بعض الاستثمارات والتوظيفات فترة إيجابية ممكن تحقق من خلالها ربح ما برج القوس ما تشعرون به من تعب وتراجع في الصحة في ساعات الصباح أو مع ساعات الليل بيزول ومع افتراب ساعات الصباح بتمتلكوا نشاط وحيوية بادروا لخطوة جديدة بالدعم أو بتدعمك يعني بتعطيك نوع من أنواع الإمكانيات الاجتماعية هاي الفترة برضو بتحمل نوع من أنواع الامفراج وبتحمل نوع من أنواع التقدم رح يكون ملموس بعد مراوحة وركود عليك التحلي بحكمة وواقعية للأمور بتشتد عزيمتك وبترتفع المعنويات وبتستعيد سيطرتك وبتحقق نجاح باهر برج الجدي ابتنشطوا اجتماعيا وتلتقوا الأصدقاء أما في ساعات الصباح يجب الانتباه بشكل جيد لصحتكم وعدم المبالغة في إنجاز ما لديكم من عمل متراكم تهدأ وتيرتكم إلى حد الركود ممكن تلغي مشاريع أو تعاني من تراجع معنوي أو صحي لا تحسم أمر فالفترة سلبية ومخيبة الآمل وممكن تندم على أي خطوة بتقوم فيها برج الدلو بينصب اهتمامكم حول الدفاع أو الدفاع بمصالحكم أو الدفع بمصالحكم في اتجاه العمل وتدعيم مركزكم الاجتماعي أما في ساعات الصباح بتلتقوا الأصدقاء ومنكم ممكن يحقق أمنية بمساعدة صديق ومنكم ممكن يشارك في مناسبة تتسع الآفاق وبتحتفل بنجاح أو تطور علاقة ممكن تعزز شعبيتك وتحصد بعض الأرباح تفرح لوقوف أحد الأصدقاء أو الأقارب لجانبك بتخف الضغوط وبيطمئن بالك أكثر برج الحود بتنشطوا في أمور إلها علاقة بالسفر أو اتصال بعيد في ساعات الصباح بتنجحوا في المحافظة على سمعتكم ومصالحكم الاجتماعية حافظ على إنجازاتك القائمة وهدئ من روعك وما تنفعل اتجنب مخالفة القوانين وإحرص على استقرارك هيك من كون انتهينا من توقعاتنا لهذا اليوم والله أعلم يا رضى الله ورضى الوالدين سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك أترككم في رعاية الله وحفظه إلى اللقاء أترككم في رعاية الله وحفظه إلى اللقاء أترككم في رعاية الله وحفظه إلى اللقاء